اهلا بكم في فيديو جديد اتمنى تكونوا بالف خير وانتو بتشوفوا معايا الفيديو ده اللي هنشوف من خلاله مجموعة حديثة من الادوات المنزلية والافكار والحيال والمنظمات والاختراعات اللي هتساعدنا على ترتيب وتنظيم البيت والمطبخ واللي بتوفر علينا الوقت والجهد وكمان بتساعدنا على استغلال المساحات الصغيرة سواء في التلاجة او في المطبخ او في البيت عموما وطبعا في نهاية الفيديو كالعادة هقولك على الطرق اللي تقدري من خلالها تجيبي كل الادوات اللي انت محتاجاها ولو انت لست مشتركتش في قناتي اتمنى انك تدعميني وتعمل اشتراك للقناة وياريك كمان تفعلي جرس الاشعارات للكل عشان يوصلك اشعار بكل فيديو جديد ويومي بينزل على القناة ان شاء الله ويلا بقى بينا دلوقتي نبتدي الفيديو بتاعنا مع بعض ونشوف الادوات اللي هتتعارض معنا في الفيديو ده وازده نقدر ان احنا نستخدمها ونستفيد منها بعد كده هنشوف عندنا مجموعة من الكطع اللي بتساعدك ان انت يتوصل بيها كل كوابل الكهرباء بكل سهولة من غير ما تبقى مضيقة عليك في المكان زي مثلا لو انت عاوزة تثبتيها ورا الكنبة او ورا السرير فمن خلال المشترك ده هيحل المشكلة دي وطبعا بيحافظ لك على الاسلاك والشواحن اللي عندك انها تفضل سليمة وما يحصل لهاش اي تلف من ضغط الحاجات اللي انت مثبتها وراها بعد كده هنشوف عندنا منظم للمنازيل تقدر ان انت تثبتيه على الجدار بكل سهولة وتنظمي من خلاله المنازيل الورق او المنازيل الرول والمنظم ده بيجي معا اداة تثبيت تقدر ان انت تثبتيه عليه بكل سهولة بعد كده تعالي نشوف مع بعض عندنا منظمات للهدوم تقدر ان انت تثبتيها عندك في الدلاب فوق بعض بالشكل ده والمنظمات دي بتيجي متقسمة كده الاجزاء الصغيرة تقدر ان انت تنظم فيها الشربات او الملابس الداخلية بعد كده هنشوف عندنا مجموعة من القطع اللي بتساعدنا ان احنا ننظم مختلف الاحزاء اللي بتبقى موجودة عندنا جوه الجزامة بطريقة منظمة ومرتبة جدا وهنا هنشوف مع بعض عندنا الاداة اللي تقدر يتعملي من خلالها كرات اللحمة او كرات الخضار او كرات الرز بشكل متساوي وبطريقة سهلة جدا وسريعة بعد كده هنشوف عندنا منظمات للهدوم وهي بتكون مصنوعة من القماش تقدر ان انت تنظم فيها البناطيل او التشيرتات او مختلف انواع الهدوم اللي بتبقى عندك وطبعا المنظمات دي بتساعدك ان الدولاب عندك يفضل مرتب ومنظم وغير كده بتساعدك على استغلال المساحات الصغيرة جوه الدولاب بعد كده هنا عندنا قطاعة البطيخ تقدر ان انت تقطع بها البطيخ لمكعبات بالشكل ده وطريقة استخدامها سهلة جدا زي مظاهر كده قدامك من خلال الفيديو وانا هنشوف مع بعض عندنا السلة الصغيرة دي طبعا تقدر ان انت تعتبريها سلة مكتبية يعني تقدر ان انت تستخدميها عندك في المكتب او على الكومودين في قدوة النوم او تستخدميها على صفر وقت الاكل وترمي فيها اي حاجة انت عاوزيها بعد كده هنشوف عندنا مجموعة من القطع اللي بتساعدنا ان احنا ننظم مختلف الاحذية اللي بتبقى موجودة عندنا جوه الجزامة بطريقة منظمة ومرتبة جدا زي ما انت شايفة كده معايا من خلال الفيديو دلوقتي هنشوف مع بعض عندنا منظم لادوات ولوازم التنظيف تقدر ان انت تثبتيه عندك على حنفية حد المطبخ وتنظم عليه مختلف ادوات ولوازم تنظيف المواعين زي الليفة وسلكة المواعين وغير كده بيبقى في حامل تقدر ان انت تنظم عليه فوات المواعين بعد كده هنشوف مع بعض عندنا منظم لتغزين وتنظيم البيض بيجي عبارة عن رفين وبياخد معاك تقريبا حوالي 15 بيضة تقدر ان انت تنظميه جوه التلاجة او برا التلاجة واهم حاجة في المنظم ده انه حجمه بيكون صغير يعني مش بياخد مساحة عندك خالص جوه التلاجة بعد كده هنشوف عندنا منظم للمنازيل تقدر ان انت تثبتيه على الجدار بكل سهولة وتنظمي من خلاله المنازيل الورق او المنازيل الرل والمنظم ده بيجي معاك اداة تسبيت تقدر ان انت تثبتيه عليه بكل سهولة بعد كده هنا عندنا الاداة اللي بتساعدك على ازالة البزور من مختلف انواع الخضار والفاكهة زي الزتون كده لو انت حابة تخليلي الزتون او تفروميه تقدر ان انت تشيلي منه البزور دي بكل سهولة بعد كده هنشوف مع بعض عندنا منظم للمكسرات تقدر ان انت تنظمي وتقدمي من خلاله ستة انواع من المكسرات زي اللب والحلويات والشوكولاتات او مختلف انواع المكسرات اللي بتبقى موجودة عندك وبيجي فيه جزء كده تقدر ان انت تثبتي عليه الموبايل بعد كده هنشوف مع بعض عندنا الغسالة الميني الحديثة اللي تقدر ان انت تخسلي بيها الشربات او الملابس الداخلية او هدوم الاطفال او مختلف الهدوم اللي بتكون عندك وطبعا هي بتوسع معيك العشرة لتر من المية وغير كده الغسالة دي بتحتوي على مجفف بيساعدك ان انت تجفي في كل الهدوم اللي انت غسلتيها واهم حاجة في الغسالة دي انها مش بتاخد عندك مساحة خالص في البيت هنا هنشوف مع بعض عندنا مجموعة من منظمات التوابل تقدر ان انت تثبتيها عندك على جدار المطبخ بكل سهولة وتنظم من خلالها مختلف انواع التوابل سواء التوابل البودر او التوابل الصحيحة والمنظم ده بيحتوي على 3 ادراج وكل درج بيحتوي على المعلقة الخاصة بيه بعد كده تعالي نشوف مع بعض عندنا اداة التزبيت او الحامل اللي بيساعدك ان انت تنظم بيه مختلف احجام الاطباق اللي بتكون عندك وبعد كده هنا هنشوف عندنا الجوانتي السيليكون ده طبعا الجوانتي ده تقدر ان انت تستخدميه في تنظيف المواعين وتستخدميه في مختلف التنظيفات اليومية اللي بنعملها في البيت وغير كده طبعا هو بيحافظ على ديكي من المواد الكيموية او مواد التنظيف اللي بنستخدمها في مختلف التنظيفات في البيت بعد كده عندنا منظم لتوزيع الزيت والمنظم ده بيجي معاه فرشة بتساعدك ان انت توزيع الزيت بشكل متساوي على الحلقة او الصينية بتاعتك بعد كده هنشوف عندنا الاداية اللي تقدري من خلالها تشيلي كل الوفر والشعر من على الهدوم او الملايات او السجاد وطبعا تقدر ان انت تنظف بها الستاير او الكنب وتقدر ان انت تنظف الاداية دي بكل سهولة بعد كده عندنا منظم عبارة عن اربع رفوف المنظم ده تقدر ان انت تنظميه جوة دلاب المطبخ او برة دلاب وتنظمي على التصاط او الحلل او الاطباق الكبيرة او الثواني يعني تقدر ان انت تستخدميه بكذا طريقة مختلفة هنا معينا كطاعة من السيليكون تقدر ان انت تثبتيها عندك على حوض المطبخ او حوض الحمام وتنظم عليها الصابون او معجون الاسنان او مثلا تقدر ان انت تنظم عليها مختلف ادوات التنظيف اللي انت تستخدميها في تنظيف الموعين بعد كده هنشوف عندنا منظم للمطبخ والمنظم ده بيجي مكوم من دورين وبيبقى مقفول كده تقدر ان انت تنظمي وتصفي من خلاله الاطباق او الشوك او السكاكين بعد كده هنشوف عندنا الاداة اللي بتساعدنا ان احنا نعصر او نستخرج كل بواق الكريمات اللي بتبقى موجودة عندنا في مختلف العبوات وطبعا تقدر ان انت تستخدميها على معجون الاسنان او اي نوع مرهم عندك وهنا بقى هنشوف مع بعض عندنا مجموعة من الغطيون اللي تقدر ان انت تستخدمي من خلالها الزيوت او السوسات اللي بتبقى موجودة عندك بطريقة سهلة وتقدر تستخدمي منها كميات مناسبة جدا هنا معانا الشبكة دي وطبعا الشبكة دي بتكون متحركة وتقدر ان انت تستخدميها عندك على الشبابيك في البيت او تقدر ان انت تستخدميها في العربية وهي بتيجي متوفرة بكذا حجم وبكذا مقاس تقدر ان انت تختاري الحجم المناسب للشبابيك الموجودة عندك وهنا هنشوف مع بعض عندنا منظم للمطبخ بيجي عبارة عن دورين تقدر ان انت تثبتيه على رخمت المطبخ وتنظمي به التوابل والزيوت او السوسات وكمان تقدر ان انت تنظمي من خلاله ادوات ولوازم المطبخ اللي بتكون عندك زي الشبك وستكاكين ولوحة تقطيع الخضروات وهنا هنشوف مع بعض عندنا رف تقدر ان انت تثبتيه على الجدار بكل سهولة وبعد كده تقدر ان انت تنظمي عليه الشمعات او المشابك بعد كده تعالي بقى نشوف مع بعض عندنا مجموعة من ادوات حفظ اكياس البوكاليات او التوابل وزي ما انت شايفة كده معايا تقدر ان انت تستخدمي من خلالها اكياس التوابل او البوكاليات دي بطريقة سهلة ومناسبة جدا ودلوقتي احنا شوفنا مع بعض مجموعة متميزة جدا من المنتجات والادوات الحديثة والاجهزة المنزلية الزكية اللي بتساعدنا على ترتيب وتنظيم البيت والمطبخ وغير كده كمان بتساعدنا على استغلال المساعات الصغيرة زي التلاجة او في المطبخ او في البيت عموما وكمان بتوفر علينا في الوقت والجهد وهي في الحقيقة ادوات عملية جدا وغير مكلفة وبسيطة وبتسهل علينا الحياة اليومية وشغلك في البيت وكمان وضحنا ازاي نقدر نستخدم الادوات دي وازاي نقدر ان احنا نستفيد منها بكذا طريقة مختلفة كملي الفيديو معايا لنهايته عشان تشوفي معايا باقي الادوات اللي هتتعارض في الفيديو ده وتقدر ان انت تعرفي ايه هي الحاجة اللي انت محتاجاها لبيتك والمطبخك وهقولك دلوقتي ازاي تقدر تحصولي على المنتجات والادوات اللي شفتيها معايا بالفيديو ده بكل سهولة بطريقة سهلة جدا وبسيطة ولو الادوات اللي اتعرضت في الفيديو ده عجبتك اتمنى انك تدعميني وتدعمي القناة بالضغط على زر اللايك والاشتراك ولو انت عندك اي استفسار عن اي منتج في الفيديو ده تقدر اني تكتبيلي في التعليقات وانا هرد عليك في اقرب وقت ممكن ولو الادوات اللي اتعرضت في الفيديو ده عجبتك اتمنى انك تدعميني وتدعمي القناة دي بالضغط على زر اللايك والاشتراك ولو انت عندك اي استفسار عن اي منتج في الفيديو ده تقدر اني تكتبيلي في خانة التعليقات وانا هرد عليك في اقرب وقت ممكن ولو عايزة تشوفي أدوات منزلية جديدة وأفكار تانية كتير ما تنسيش تدوسي اشتراك وتفعلي جرس الإشعارات للكل عشان يفصل لك إسعار بكل فيديو جديد ويومي بينزل على القناة إن شاء الله ودلوقتي بقى بعد ما تكلمنا ووضحنا على كل حاجة محتاجة تعرفيها عن كل المنتجات المتميزة اللي اتعرضت معانا في الفيديو ده هقولك إزاي تقدري تحصلي على المنتجات اللي شفتيها معانا في الفيديو ده والأدوات اللي محتاجاها في بيتك أو في مطبخك وهقولك عن الطرق اللي تقدر إن أنت من خلالها تجيبي كل المنتجات والأدوات دي بكل سهولة تقدر إن أنت تجيبي المنتجات دي بتلت طرق وطبعا تقدر إن أنت تختاري الطريقة المناسبة لكي على حسب المكان اللي أنت بتكوني متواجدة فيه فبدأياتا كده أول طريقة لو أنت عاوزة طريقة معتمدة فتقدر إن أنت تجيبي كل الأدوات دي عن طريق تطبيق علكس بريس او تطبيق امازون او تطبيق بنجود او تطبيق اي باي او تطبيق نون بالنسبة الاسعار المنتجات دي فهي بتبقى كويسة وطبعا بتعتمد على حسب الحاجة اللي انت عاوزة تجيبيها لو كانت مثلا منظمات او ادوات عادية للتنظيف او اجهزة كهربائية فاكيد كل حاجة بيبقى لها سعر مختلف اما سعر مصاريف الشحن فده طبعا بيعتمد على حسب المكان اللي انت بتكون موجودة فيه يعني مثلا تكلفة الشحن للدول العربية غالبا بتكون غالية شوية اما مصاريف الشحن الفرنسا او امريكا او الدول دي بيبقى سعر الشحن لها منخفط شوية وبيكون في دول الشحن فيها مجاني فاعتقد ان الطريقة دي بتعتمد على حسب المكان اللي انتوا بتكونوا متوجدين فيه بعد كده عندنا الطريقة التانية اللي ممكن تساهل عليكم او تحللكم مشكلة تكاليف الشحن وهي بتكون الانلاين على صفحات الفيسبوك او الانستجرام وطبعا الصفحات دي بتبقى عبارة عن تجار بيجيبوا كميات كبيرة من المنتجات دي وبيبقوها عن طريق الانلاين على السوشيال ميديا وبتقدري تطلبي منهم المنتجات والادوات اللي انت عاوزاها وبتوصلك لحد باب البيت بمصاريف الشحن على حسب المحافظات وطبعا مصاريف الشحن بتاعتهم بتبقى منخفضة وحلوة جدا مزاي مصاريف شحن التطبيقات اللي قلتلكو عليها وعاوزا اقولك ان طريقة البحث على الصفحات دي بتكون سهلة جدا بتكتبي في خانة البحث في الفيسبوك او الانستجرام عن الادوات المنزلية وبتقدري توصلي لها بكل سهولة اما بالنسبة للطريقة التالتة فهي المحلات الموجودة عادي في الاسواق الكبيرة او في المولات اللي بتبيع المنتجات والادوات دي زي كرفور ورانين وغيرهم من المولات الكبيرة اللي بتكون خاصة بالادوات المنزلية والاجهزة وجهاز العرائس بس كده دولت ثلاث طرق اللي تقدري ان انتي تحصلي منها على الادوات دي بكل سهولة وياريت طبعا لو اي حد يعرف مكان عنده المنتجات دي اتمنى انه يكتب لنا في التعليقات عشان الكل يستفيد ويقدر انها يوصل لها بكل سهولة وبس كده ده كان فيديو النهاردة اتمنى ان الفيديو دي يكون عجبكم ولو الادوات والمنتجات اللي اتعرضت في الفيديو ده عجبتكم اتمنى ما تنسوش تدعموني وتدعموا القناة دي بالضغط على زر اللايك والاشتراك ولو عندك اي استفسار في اي حاجة تقدر ان انتي تكتبيه لي في خانة التعليقات وهرد عليك في اقرب وقت اسيبكم في رعاية الله اشتركوا في القناة